اشتركوا في القناة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغسع لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا قريما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام مع الدورة المكثفة نسأل الله أن يسل لنا إتمام الكتب التي فيها على الموعد الذي اتفقنا عليه وبإذن الله كل الكتب بإذن الله تنتهي بإذن الله ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل حياكم الله أكرامي رفع الله مخامك بشمهندس ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم والمثابرة على طلب العلم ويجعلنا جميعا ممن يجعل مساعي في مرضيه وأن يجعلنا وإياكم ناشرين للسنة قامعين للبدعة وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبت وأنشر ذلك بين الناس فهذا هو العالم الرباني وهو الولي بحق لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال الله تعالى من عدى لي وليا فقد آذنته بالحرب قال الإمام أبو حنيفة الفقهاء هم أولياء الله وقال الإمام الشفعي العلماء هم أولياء الله إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء والصلاة أن يبارك في هذه المجالس وأجعلها مجالس مباركة وأن أجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم وأن يقال فينا جميعا هؤلاء القوم الأشقى بهم جلسهم وأن الله جل في علاية ذكرنا جميعا بالثناء الحسن عنده في الملعي الأعلى فازلنا مع حصن الاعتقاد في رب العباد واعلموا أن بوابة العلم إتقان العقيدة من لم يتقن العقيدة فلا إتقان لعلمه بحال من الأحوال ولا يسلم ولا ينجو فإن الله أماط النجاة بحصن الاعتقاد فيه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق لجميع جهاته والقدر خيره وشره من الله عز وجل وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة ونشهد على ما شهد به وقوله الحق والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه سبحانه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما بلا كيف قلنا قف عندها بلا كيف وأننا مررناها ولا صح لنا أن نمررها بهذا التمرير نقف عندها دقيقة لنبدأ بعد ذلك الرحلة الجديدة بلا كيف ما معنى بلا كيف عندنا في أهل السنة وجماعة بالنسبة للكيف الطائف ذلك ثلاثة طائفة تزبط الكيفية وتجعلها معلومة ككيفية صفات البشر وهؤلاء المشبهة وقسم ينفون الكافية بمرة وهؤلاء الذين ينفون الصفة فينفون الكافية من باب أولى وقسم يثبتون الكافية لكن لا يعلمونها وهذا هو المقصود بلا كيف يعني بلا كيف معلوم عند أهل السنة وجماعة بلا كيف بمعنى بلا كيف معلوم وإلا لا يصح في الأزهان شيء أن نثبت صفة بلا كيفية إن أثبت الصفة فلابد للصفة كيفية لكن لما كان الأمر على الغيب وقد قال الله جل في علام عن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب هذا أصل الإيمان فهذا غاب عنا فما لنا إلا السمع والتسليم فنقول بأن هنا قول المصنف بلا كيف المعنى بلا كيف معلوم لا بلا كيف معدوم لذلك الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم في اللغة والكيف مجهول يعني موجود هناك كيف للصفة لكن مجهول والكيف مجهول ثم قالوا الإيمان به واجب أو الإيمان بوجوده الإمام بهذه الصفة وبكيفيتها واجب والإيمان به واجب والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة لنا نسأل عن الغيب الذي غاب عنا وما لنا في الغيب إلا أن نقول سمعنا وأطعنا سلمنا لله جل في علا وحالنا حال الشفعي إمام الأئمة عندما قال أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله أمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن المسألة هنا لابد أن نفهمها جيدا على أننا إذا مررنا كما قال وورد عن السلف أن هؤلاء الذين يتشدقون بالتحريف يسمونه تأويلا يتشدقون بكلام ابن ويينة وكلام أحمد وكلام بعض السلف الصالح عندما قالوا مرروها كما جاءت مع قراءتها يعني معرفتها قراءتها فنقولهم يخصدون مرر الكيفية كما جاءت واعلم أنها غيب مع عذبتها تؤمن بها وبوجودها لكنك لا تعلم عنها شيئا فهي غيب تسلم للغيب فقول المصنف هنا هذا بديع تصنيف الله هؤلاء هم حقا سلفون الصالح ونحن لا يمكن أن نقف على أرض صلبة علميا وأن وأن نصل إلى ربنا بسلامة المعتقد المعتقد بسلامة المعتقد إلا ونحن خلف هؤلاء الأخيار الأمر بلا كيف يعني بلا كيف معلوم ولكنها كما قلنا موجودة يبقى الكيف موجود لكنه بالنسبة لنا غير معلوم وما لنا إلا سلمنا آمنا آمنا بالله وبما جعل الله وعلى مراض الله نعم قال بلا كيف لو سائل يسأل قال بلا كيف لماذا بلا كيف يعني هو يخصد كيف مجهول لأنه غاب عنه لأن أعلمه الله استوى على العرش كيف في أحد رأاه لأن الصفة هذه عشان تعلم الصفة لك أمور ثلاثة أن ترى فتعلم الكيفية صحيح طب إن لم تكن ترى يبقى أحد رأاه وكان مبلغا ثقة ثبتا عندك أمينة فيبلغ كيفية الصفة أو هو نفسه يقول لك وكيفية صفة التي وصفت نفسي بها كذا على الناقض فيبقى أنت عندك الآن الأمور الثلاثة غير موجودة أنت لم ترى الله ولا المصدر ولا حد رأى الله جل في علاه حتى يصف لك ذلك ولا هو نفسه ذاته سبحانه تعالى علوا كبير عما يقول الظالمون وصف الكيفية لنا حتى نقول بها ففي الحال في الحالة هذه ما لنا إلا التسليم قال المصنف رحمه الله تعالى أحاط بكل شيء علما نعم هنا سأل في أجمالها أجمال طيب جدا قال مشاهدة أو مشاهدة النظيم أو أخبار الصادق نعم ممتاز 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 لا فضى فوق نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله أخبر والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة انظر قف أنت أتيت بمسألتين عظيمتين الوقوف عندهما طويلة قال تبضل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير شوف انظر هنا اللفتة العظيمة التي تفهمها باعتقاد هؤلاء الأخيار الأبرار هؤلاء يعلمون أنهم قد سردوا لك الاعتقاد في الله للفعل بإذبات الصفات التي أذباتها الله لنفسه وأذبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة عليها وهنا يأتيك التفريخ الأصولي أو الإجمال الأصولي بأنه لا يمكن أن يكون الإجمال إلا لمستند أو بمستند من كتاب أو من سنة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن فعندنا هنا لما وصف لك لما أتاك ببعض الصفات الليلة لفعلها وقال لك بأن الله استوى على العرش ووصف لك صفة العلم وصف صفات الله لفعلها سواء وهي الصفات السبوتية وأذن صفات سلبية على ما تكلمنا عنها فهو كأنه قال لما قد وصف الله نفسه وأنت آمنت بما جاء عن الله في الكتاب أو في السنة وصفا لله فلابد أن تعلم هناك ضابط حتى ينضبط لك الأمر اعتقادا سديدا كما اعتقد النبي كما اعتقد أبو بكر كما اعتقد عمر كما اعتقد عثمان كما اعتقد العشرة الذين بشرهم الله بالجنة هم يمشون على الأرض وهم أعظم الناس وأحسن الناس اعتقادا في ربهم سبحانه جل جل في علا ثبت العرش قل أنا أثبت الصفة لأن الله أثبتها لنفسي وأنا لست أعلم من الله حتى أحرف وأؤول وأقول كان المقصود وكان المعنى الله وصف نفسه ما أنا أفعل أنا عبد لله مخلوق لله وأنا جاهل وأنا لا أدري غير أني أخطب بما أعقل فخطبني بما أعقل وقال تجري بأعيننا علمت أنه أثبت لنفسي العين لا تدخل هنا الآن نعم أثبت الله لنفسي العين والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت لله عين وأيضا يثبت عينا لله دل في علا أو يثبت عينين لله دل في علا ماذا قال قال إن ربكم ليس بأعور وفي اللغة يثبت لك ذلك أن العور عيب في عين من العينين قال إن ربكم ليس بأعور والدجال أعور فهنا أثبت الله لنفسه وأثبته رسوله وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال لك وعند الإثبات سيأتيك التوهم لله يد نعم لله عين نعم لله ساق يا أستاذ كيف تقول لله ساق كيف تقول لله أصابع كيف تقول لله أنامل هذا للناس للبشر قلنا تعالى نحن لا نأتي بشيء من هندنا قال الأستاذ قال رب العباد يد الله فوق أيديه ده أضاف الصفة اليد لإيش لذاته المقدسة يد الله فوق أيديه قال تجري بأعيننا فأثبت قال فإنك بأعيننا قال وليتصنع على عيني وهذا إثبات لله للفعلاء وأيضا قال الله للفعلاء يوم يكشف عن ساق قال يا أستاذ هذه لم تضف لله إضافة مباشرة مباشرة فكيف تثبتها قلت بالقرينة نعم لو لم تأتي القرينة لما قلت أنها لما قلت إنها من آيات الصفات قال وما القرينة قلت الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللي رواه أبو سعيد الخضرين بأن النبي قال سيأتيهم الله يبقى كل من كان يعبد أحدا يتساقط خلفه في النار اللهم قنا قنا النار يا رب العالمين وأتنا بالكرامة يوم القيامة فجاءهم الله جل شعلا على الصورة التي لا يعرفونها إثباتوا الصورة لله وهذا سأتي فقال من تنتظرون قال ننتظر ربنا قال أنا ربكم قال نعوذ بالله منك لست برب فقال بينكم ما بينه علامة تعرفونه بها قال نعم فيكشف عن ساقه فيخرون سجده في الواقع أخرى فيتحول أو قال فيأتيهم على قال فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها فيخرون له سجده وكل منافق يرجع ظهره طبقا فلا يستطيع السجده إذن الله قد أثبت لنفس هذه الصفات فلما كان التواهم أنا قلت لله يد نعم الله قال له يد أنا قلت لله عين نعم الله قال له عين ساق نعم الله قال ذلك قال وجه نعم طبعه للإنسان وجه ويد وعين وساق فعشان نرفع التواهم وهذا بديع التصنيف لتعلم أن هناك إتقان العلم مع التقاع وبساطة الكلام الإمام مالك ماذا قال ليس العلم بكسرة المسائل العلم هيش نور يغضف الله في قلب من الشهاء لذلك يؤتى المرء الفهم بالنياته وإتقال ويكون على ذلك فماذا قال قال حتى أرفع عنك التواهم من هؤلاء الذين زعموا الفرار من التشبيه أقول لك انتبه لله يد وأزبت للعبد يد لله سمع وأزبت للعبد سمع لله بصر وأزبت للعبد بصر قال هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت عليه فجعلناه سميعا بصيرا إذن أنا وأنت وكل المخلوقات سميعا بصيرا والله قال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا صحيح فقال وقفت عند الألف التي أريدك أن تفهم منها ما أريدك أن تفهم إن الله قال أنا لي يد وعبدي له يد أنا لي عين وعبدي له عين أنا لي سمع وعبدي له سمع أنت بالعقر كمال كل الكمال لرب العباد الكمال الذي في الإنسان مخلوق لله والعبد فيه نقص وعجس فنقول إذن الصفة على قدر كماله إن صح التعبير والصفة للعبد على قدر نقصه فإذا نقول ليس كمثله شيء هنا بعد ما قال لك لابد أن تذبت أن تذبت السمع والبصر والعين وتذبت الساق تذبت للعبد سمع بصر عين نعم لكن ليس كمثله شيء الكاف هنا لزيادة كاف هنا زائدة للتأكيد الكاف هنا زائدة للتأكيد ليس لله سمي ليس لله نظير ليس لله شبيه قال الله تعالى هل تعلم له سمية حشا تعالى الله علوما كبيرا عما يقول الظالمون ليس كمثله شيء قال هل تعلم له سمية وقال الله جل في علاه قل لو كان قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى هذا العرش سبيلا فليس لله هد ليس لله نظير ليس لله سمي ليس لله شبيه قل هو الله أحد أحد في صفاته في أسماء الحسنة في ذاته المقدسة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذن نقول نزمة الصفة مع عدم المثلية ليس كمثله ليس كمثله شيء وأنا أقول لك عقلا لابد أن تكون مع الآية لزيد يد ولعمر يد أنا أتيتك بإيش خلق وخلق هو مخلوق هذا مخلوق لزيد من الصومال يد ولعمر من فرنسا يد طيب وللأرنب يد وللفيل يد وللقرد يد تعال ننظر هنا هل يد زيد كيد عمر اختلفت والله اختلفت والله طولا وقصرا ورأورا ونحافة وثمانة وأيضا إيه بياضا وصوادا يبا إذن لا مثلية الأرنب له يد والقرد له يد والفيل له يد اشتركوا في إيش في الإسم في الإسم وهنا القاعدة المهمة هل اشتركوا في الإسم لا يستلزم التساوي في المصامة ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لذلك أنا ألفت الانتباه ممكن يكون كثير منه سمع هذا قرأ هذا لكن أنا أقول لك تغزل لابد أن تتغزل في إتقان علمائنا بعدما أذبت لك السفات قال لك قف لا تسير سيرا هكذا دون ضوابط أضبط لك المسألة لأنك سترجع وتقول استوى علم سمع بصر عين إذن نقول والبشر كذلك الله على كماله وبهائه وجلاله وعظمته تصف هذه الأوصاف ليس كمثله شيء وأنت تعرف ذلك من قوله وهو السميع البصير أذبت السمع والبصر لكن بلا بلا تمثيل ولا تشبيه وهذا رد على المشبهة الذين يثبتون الصفة لكنهم يشبهونها بصفات الخلق ولذلك قال نعيم بن حمد من شبه الله بخلقه فقد كفر أمر حتمي ولأنه تجذيب لصريح الآية ليس كمثله شيء وفيها الرد أيضا على هؤلاء المعطلة وهم أنواع معطلة التي الذين ينفون الأسماء والصفات ومعطلة الذين ينفون الصفة مع عذبة الإسم هناك نوع ثالث من المعطلة من يشطار أنتم أبرار لكم ما لكم من قوة العلم من أريد المعطلة القسم الثالث من المعطلة نعم قلت رد الآية هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المشبه ليس كمثله شيء ورد على المعطلة والمعطلة والمعطلة أصناف الذين عطلوا الإسم والصفة قالوا لا سميع ولا سمع لا بصير ولا بصر خلاص عمر أتى بها عمر صديق أو عمر صديق وأيضا الثانية كالمعتزلة أذبتوا الإسم معطلوا الصفة هناك معطلة فرقة ثالثة من هي شطار هذا هو السؤال منتز شوفونا الآن الحمد لله هنا أخونا الفاضل عمر أتى بها وهنا أيضا من الأخوة الفاضلة الكريمة أتت بها وصندس أتى بها وهنا سلفي أتى بكلية المسألة كإجمال قال تعطيل الله عن كمالي المقدس فذلك كل من يصف الله بالنقص هو الأصل المقصود في الثالثة وهم أيضا الأشعر الأشعر لأن الأشعر ماذا فعلوا الأشعر تحرفوا زعموا تأويلا والحق بأنه تحريف الحق بأنه تحريف هو لا نوع تعطيل نعم نوع تعطيل لما أنت تقول الرحمن عالش استوى يقول استولى عطل ألا ما عطل عطل سماه تأويلا سماه أي تذيف المسألة فيها تحريف ولذلك نقول ماذا فعلتم من الذي أتى بذلك ممتاز من اسمه سلفية ما إيش اسمه سلفية من سلفية عمت الأخ الفاضل سلفية هذا قال تعطيل كلي وهذا وهذا صراحة روعة في الكلام يظهر أنه عنده بعض الإتقان وتعطيل جزء المحتزل نعم نعم كلام جيد جدا والمفروض تأتي باستلسبة الأشعر وأصحابه التأويل أغضي التحريف أعتبئة ما أعتبئة قال وتعطيل الباقي الأشعر وين تحتها على طول والله خلي الجهمية والمعتزلة والأشعر أنا الذي أراه يكتب التعطيل كل والجزء بس لا وأثبت سبع صفات وتعطيل الباقي بيسوي الأشعر ممتاز 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 جزء الجنة إذن هذا النوع الثالث هذه أردت أن أشير إليه بالتعطيل أرأيتم كيف نجأ أهل السنة الجماعة أرأيتم كيف سلمت القلوب عندما اعتقدت في علام الغيوب باعتقاد هؤلاء الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم الله على الناس أجمعين وعلم السلف أحكم وأسلم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير فجل بها الصفات التي أعلمتها ثم نقلت نقلة نوعية عظيمة جدا إلى الكلام على أشرف مسألة في مسائل الأعتقاد ثم قد قال المصنف رحمه الله والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة الله أكبر الله مرزقنا يا رب العالمين الله من إلا نسألك نظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة الله من حق لا إلا أن تأهلنا لهذه المسألة الشريفة المنيفة الرفيعة السامية الراقية من أجلها شمر أن ساعد الجد المشتهدون وتنافس فيها المتنافسون قال نخف عندها طيب أكملها ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء الله أكبر الله أكبر إذن أشرف مسألة على الإطلاق هي هذه المسألة وكما قلت يعني نحن نعيش لهذه المسألة ونسأل الله ونسأل الله الكريم أن يشرفنا بذلك وأن يقوين على ذلك وأن يجعلنا ممن يأتي بكليات ومقدمات الخير وكليات الخير التي يرضى بها عنا فنرى الله بكرة وعشيه هناك من يراه أسبوعا هناك من يراه عاما يعني كل عام مرة هناك من يراه بكرة وعشيه ونسأل الله أن نكون من هؤلاء وأن نرى ربنا بكرة وعشيه اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين اللهم إن نسألك بإحسانك وكرمك وعطاءك أن تجعلنا ممن يراك بكرة وعشيه اللهم أمين اللهم إن نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخط اللهم أمين اللهم أمين رؤية الله المؤمنون يرون ربهم نعم المؤمنون يرون ربهم ويل ثم ويل حصر وندام على من ينكر مثل هذا فكيف بالله عليكم سيحظى بها يوم القيامة من أنكرها كيف سيحظى بها يوم القيامة رؤية الله فيها مباحث المرحث الأول إذا نتكلم عنه رؤية الله في الدنيا ليس الأول رؤية الله للفعلها وأدلة رؤية الله للفعلها والرد على أهل البدع الثانية رؤية الله في الدنيا الثالثة رؤية النبي لربنا للفعلاء في الدنيا فهذه سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل لأن رؤية الله في الدنيا هي الحق أنها متعذرة بل قد نقول وإن كانت ممكنة لكنها لا تحدث ولا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لكن رؤية المنمية هذا الذي سنفصله ونتكلم عنه بإذن الله ببقى الأصيل الآن رؤية الله للفعلاء رؤية الله دل عليها الكتاب والسنة وإجماعها للسنة بل والعقل بل والعقل أننا نار ربنا والعقل يخل بذلك نعم والعقل يخل بذلك وهذا الذي سنبينه طبعا أسعفنا الوقت ممكن نستوعب كل الأدلة إلا من سعيفنا الوقت نأخذ الأدلة الأسرية والنظر يكونه يعني أرجو ألا أدد من أمامي يتماوت فنحاول قدر كان جيد هنا عندنا الكتاب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الأخت الفاضلة كريمة أتت بأول الأدلة طيب من الكتاب سأنا يعني كرامة لها لأنها أسرعت بالدليل سأأتي لها أولا في كتاب الله قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه مشعة بالنور استنروا فوق القمر هذه الوجوه الطيبة علتها النظارة بسبب رؤية الله وجوه يومئذ ناظرة لما العلها لأنها إلى ربها ناظرة والتعدي بإلى فعل النظر هنا يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بفيه إذا تعدى بنفسه معناها الانتظار ويتعدى بفيه أمر الله بالسير في الأرض والنظر في السماء في ملكوت السماوات الأرض فالأمر بالنظر في ملكوت السماوات الأرض أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم كما بسرعة الأعراف فالنظر هنا فيه التعدى بفيه معناها التأمل والتفكر والتدبر وأما التعدي بإلى تكون النظر بالعين البصر التعدي بإلى نعم ممتاز لكن سكينة أتت بآية تحتاج إلى تحليل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه لكن سأقول يارد عليها أن الملاقات لا تستلزم الرؤية الملاقات لا تستلزم الرؤية ولأن الجميع يلاقون الله بالفعلات وقد قال كلا إنهم عن ربهم يوم إذن لم يحجبون إذن النظر هنا إذا تعدى بإلى يكون بالرؤية البصرية بالعين بالعين النظر إلى الله بالعين قال قال الله جل في علا وجوه يومئذ ناضرة اكتسبت النضرة كما قال عطاء تكسب يكسب المهم النضرة الوجه بسبب نظره إلى وجه الله الكريم قال ابن عباس في قول الله جل في علا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربه ناضرة قال تنظر إلى وجه الله الكريم أحبك الله الله أكبر أحبك الله أحسن الله إلينا وإليك جعلاني الله وإياك ممن ينظر إلى وجه الله الكريم وتكون نظرة الوجه بيننا ولنا عند النظر إلى وجه الله الكريم نعم قال الله جعاء ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى يكون قد اخترب أجلهم فيهن تدبر إذن هذه الأولى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة أيضا في قول الله جل في أولاه للذين أحسنوا الحسنة وزيادة للذين أحسنوا الحسنة الجنة الحسنة الجنة وهذا قاله النبي لأننا قلنا بأن أفضل تفسير أفضل البيان للقرآن بيان القرآن بالقرآن ثم صنة النبي العدنان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لا تحرج به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانة قال للذين أحسنوا الحسنة وزيادة للذين أحسنوا الحسنة وزيادة وهذه تلالة واضحة جدا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم النظر إلى وجه الله الكريم قال الحسنة الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم أيضا من الأدلة قول الله جل في أولا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كثير من العلماء فسروها على ما درج من قول النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم قال ذلك علي وأناس وابن مسعود قالوا جميعا أن في قول الله ولدينا مزيد أي النظر إلى وجه الله الكريم وهذا سيأتي لأن الله إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله عز وجل أهل الجنة يقول أهل الجنة فيشرئبون الضرون فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم سيقولون ألم تدخلنا الجنة وتنحينا أو تخرجنا من النار وتبيدوا جهنا فيكشف الله عز وجل عن وجه يوم القيام يقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكم اللهم رزقنا يا رب فإن رعوا ربهم ما أنعموا بنعيم مثل النعيم الذي به النظر إلى وجه الله الكريم وأيضا يقول الله كل هذا من الكتاب للسماء وصلنا للسنة قال الله تعالى على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون طبعا هنا ينظرون ما يتعدى بنفسي لا فيه إدمار يتعدى بإله على الأرائك ينظرون إلى إيش فيه عز وجل لا هذا ماشي هذا في التفسير نعرف كيف نستدل بها على رؤية الله كيف قاعدة أصولية أكيد سيأتوا بها إن شاء الله مواجه الدلالة في قوله على الأرائك ينظرون نعم بعض بعض من النعيم جيد على المسألة أصولية يعني المفروض أنتم بصراح المكتر الأوليدي إجابة منه سريعا يعني أنتم أمين الله ما أمتنا على التوحيد يا رب العالمين أو أشوف صاحبك هذا اسمه هذا صديق سالفريجي خليه أكتب اسما جيدا أشان نعرفه أحمد محمد سيد عربي سالفريجي لكن صراحة آت بإجابة قوية وعجبت بهذا الإجابة هذا الذي أريده نعم ممتاز وسعيد أت بها ومحمد لكن كيف محمد عادر كيف العموم وأيضا أتى هنا بتفسير سلفي جزال خيرا بشه طبعا أتت بنفس القاعدة أكاد أجزب وأنا القاعدة الأسرية نفي المعمول يؤذن بالأموم نفي المعمول يؤذن بالأموم إذن كيف تكون من الذي يبين لنا هذا من الذي يؤذن أنت حذف المعمول يؤذن بالأموم هو بيحذف في حي المعمول من هو حذف في التعليم وكتب حاجة غلط وحذف لا لا كتب صح كتب جزف المعمول حذف المعمول يؤذن بالأموم حذف المعمول يؤذن بالأموم يبقى إذن لما يقول على الأرائك ينظرون ينظرون إلى ينظرون إلى إلى حول العين نعم ينظرون إلى أنهار من عسل من خمر من من الثمار للأنهار للبحار نعم ينظرون إلى الحور للأين نعم ينظرون إلى رب العالمين نعم نعم فيكون هنا يستفاد من ذلك من هذه القاعدة المهمة جدا نفي المعمول يؤذن بالأموم إذن العموم عنها ينظرون إلى إلى كل شيء كل شيء فيه نعيم إلى الثمار إلى البحار إلى الأنهار إلى الحور إلى الملائكة إلى رب العالمين نعم إلى رب العالمين فهنا يستفاد من الآية كما قلت رؤية الله جل جل في أولا من ذلك أيضا من باب ضدها تتبين الأشياء من الأدلة من القرآن على رؤية الله جل في أولا قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لكن كيف الاستدلال من هذه الآية على رؤية الله جل في أولا الله جل على يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أهو الملاقاة موجودة أهو الآن مع أن الملاقاة موجودة لكنهم حجبوا لا يرونهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون موجود دلالة من هذه الآية أو الاستدلال بها على رؤية الله وهذه القاعدة أريد من يتقن يتكلم فيها من هذا الذي يكتب؟ أنا ما أعرف ممتاز، مفهوم ومخالفة، من الذي يكتب؟ قلت فقط، انظر هنا تتحت شيخ تتحت، يزل تحت خلاص مين مين؟ اطلع فوق فيه؟ ما شاء الله هذا كثير جدا أجاب إجابة صحيحة ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ الناس ما شاء الله إجابتهم لا أسئلة يتوذهل هي حاجب الله عنهم في حال استخد فهذا صحيح الثلفي أتى بكلام الشفعي النصة ماذا أتى بكم؟ الجميع، الجميع، الجميع قال بمفهوم الخالفة طيب أنا كنت أردت منكم شيء ثاني سواء عمر، ما شاء الله الآن بارع أن تعجبني الآن عمر زادك الله حرصا سكانة أتت بها نعم، حبة السنة أتت بها أيضا ما شاء الله باش منس معين، هذا فارس ميدان لكنه على الهندسة يعني الهندسة الككين هو بيختصر جدا مش عايف أنه أتخرج منها يعني فهو ما بيدشش بيأتي على أم المسألة بفضل الله إلا فعلا صحيح؟ مهوم الخالفة هنا لابد أن أنا ألفت الانتباه إلى أن مسائل الاعتقاد في خلاف العلماء تثبت بمفهوم الخالفة أم لا؟ لذلك في نزاع بأن تثبت لله عينين أنت كيف أثبت لله عينين؟ بإيش؟ ما الدليل؟ هل النبي السلام قال لله عينين؟ لا عمل إيش؟ مفهوم كلام النبي ومفهوم كلام النبي لا يكون لغواً معتبراً لأنه قال إن ربكم ليس بأعور ولأن الحديث هناك في حديث ضعف ضعيف لكنه يشهد لما نقول بمفهوم المخالفة هنا إذن القراءة أنت قوي ولأن المفهوم مراد كما قال عمر بن خطاب قال أمنا الآن فلما القصر؟ الآن الآية وليس عمنا أن تقصروا مصرات إن خفتوا ما يفتنكم الذين كفر قالوا أمنا ما خفنا قال صادقة تصدق الله بها عليكم يعني أقر فهمه أقر فهمه إذن هذه الأدلة لأسرها تثبت رؤية الله ولذلك قال الإمام شفعي إن كانوا في السخط حجبوا فالآخرون في الرضا يرون لما بددها تتبين الأشياء هذا أصل الكلام على مسائل الرؤية في الكتاب أما في السنة فهي أحاديث رؤية الله أحاديث بلغة التواطر أحاديث الرؤية وأنا ما أدري بالله عليكم يعني هما قالوا طب إحنا لا نأخذ في الاعتقاد إلا بالأحادي طب جاءت كنت التواطر كيف تنفون أنا أخشى أن الله يعقبهم لا يرونه يم القيام والله يعقبهم الله بما يقولون فلا يرونه يم القيام فيخسرون كل نعيم الآخرة فسبحان الله الله ما أهدنا يا رب العالمين وبعد كده يطلع رجل يقول بأن الخلاف منه خلاف فقه يعني خلاف التمم يصح بالصعيد ولا بالتراب يقول ذلك كيف؟ هذه مسألة أشرف مسائل العقيدة ويختلفون فيها وينفونا رؤية الله لفعلها طبعا لهم معاذير مبررة وليست بمعاذير بحل من الأحوال فالغرض المقصود بأن الحديث الرؤية جاءت متواترة كما قال النظم ومما تواتر الحديث من كذب من عليها كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة حوض ومسح خفين وهذه بعض وهذه بعض فتواترت الأحاديث على رؤية رب العالمين جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هراية رضي الله عنه أرضاء أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنكم ترون ربكم كذلك أي كأنكم تنظرون إلى القمر هنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء نعم فهذا كله تحت إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط وإذا رأى البخاري المسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاء قال جنتان من ذهب جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدم يعني كشف الحجاب الجميع ينظرون إلى ربنا الرحمن سبحانه وتعالى فعلا بارك الله في كل أهل الجزائر من أخيار أبرار لنا أسوأ حسنة وهم من الأماجد الأفاضل من أهل الحلس على الطاعة والقلم حسبهم كذلك والله حسيبهم وأيضا في الصحيحين عن جريبنا عبدالله البجلي قال كنا رضي الله عنه أرضاء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر الرابع عشر الرابع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا في تزاحم ولا في مظالم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا هنا بيان لرؤية الرحمن بأعظم بيان لأنك ترى ربك جل في علاء كما ترى القمر لا يتلبند لا تزاحم لا مزحمة لا تشويش عليك في الرؤية وانظر هنا قد أتاك وهذا الذي كنا سنتكلم عنه ما هي الأسباب التي إذا اتخذها المرء قد نقول بأنه سيرى ربه يوم القيامة بعد إيمان والتوحيد والذي يصل الإنسان إلى ذلك هو المحافظة على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروب الشمس انظر انظر إلى أهمية صلاة الفجر والصلاة العصر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البرديني دخل الجنة وعن صهيب في رواية مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل أتريدون شيئا أزيدكم قالوا ألم تويد وجوهنا أن تخلنا الجنة وتنجينا من النار قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموا فيكشفوا الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علا هذه بعض من الأدلة التي جاءت في أثار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هو الذي يبين لهم بأنه يرى ربنا أنا أريد أفهم النبي قال بأن الله يرى والله قال بأنك سترى كما في بعض الحديثة الجهة والآيات التي أثبتت ذلك بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم ما عندهم كيف يفون الرؤية من أجل الجهة وهم يقولون لا لجّا في شيء اسمه يُورا لا لجّا وفيحقيقة الأمر إن هذا نفي يعني فيحقيقة الأمر هذا نفي للرؤية هذا في حقيقة الأمر كما في الكلام قالوا يتكلم لكن الكلام النفسي والذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله في حقيقة الأمر هذا القول بخلق القرآن في حقيقة الأمر في هذا الباب فنحن نقول کہ النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه وكان يدعو حي basil اللهم إنا نسألك أن لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل فنسأل الله للفعلاء أن نراه رؤية الحق يوم القيامة وقد يرى ربنا في المنام أيضا في آذي الدنيا هذا نفصل إن شاء الله مع الأدلة العقلية تكون في الدرس القادم حتى لا نطيل على الإخوة الأفاضل الأخوات أفضل الله نصلاة نديم علينا وعليكم هذا الخيش نعم فلو فيها سيرة فضلوا حتى ننتقل إلى الدرس الثاني يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكون قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثير يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهمم